والله أبو عبدالساعة تكشفوا به وواحد أبدك الطفل قصي الذي أضحك المشاهدين في حلقات أم عبد الحلبية لم يكن يعرف أنه سيبكيهم عليه في ثالث أيام عيد الفطر المبارك عندما سقط قتيلا لدى استهداف قوات النظام سيارة كان بداخلها أثناء اجتيازه طريق الكاستلو هربا من جحيم حلب محاولا ألا يكون رقما في عداد الموت الذي لا يتوقف هناك الطفل الحلبي قصي عبطيني أحد أبناء حي صلاح الدين والذي لم يتجاوز سن الخامسة عشر عرفه ملايين السوريين من خلال شخصية أبو عبد في مسلسل أم عبد الحلبية تلك الحلقات التي تم تصويرها في أسوأ الظروف لتعكس حياة السوريين الصامدين رغم القصف والحصار الخانق قصي الذي سرقت منه براءة الطفولة بعد أن أنهكته الحرب عرف أيضا بالمشاهد التي وثق فيها واقع حي صلاح الدين أنا قصي من حي صلاح الدين عمري خمسة عشر سنة أنا لازم أكون هلا بهالمدرسة بشار أسد قصف هالمدرسة وقطع كروس أنساتي ما هو ما أقول أنه بشار الأسد أطع عنك كهرباء والماء ما هو ما أقول أنه بشار الأسد خلي طيلع الطيران شان يقصفنا وراحل الصاروخ على السليمانية إلا أن قصي لم يكن يعرف أن الكلمات التي قالها تمثيلا ستتحول يوما إلى حقيقة تغيبه عن الدنيا فدوى القلال العربية